هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حمالتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17.5 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 124.5 طن كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 240 قضية خبز نقص للوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 298 طن